اشتركوا في القناة شكرا لحضورك معنا اليوم شكرا دكتور بالبداية كيف نعرف المشاهدين عن مرض الفيبروميالجي شو هو هالمرض كيف بيتم تشخيصه اكيد هو اسمه الطبه لانه كيرا اختلفوا الطبه على التسمية نحن بنعرفها بحياتنا تحت اسم الفيبروميالجيا هي باختصار اولا هي مقفية خربط بالجسم بالعصاب وافرازات نيرو ترانسميترز اي كيف العصب بيحكي مع عصب تاني بالسيجنالز وبالتالي اذا بدك بتدوم لاكتر ما تلتشور اكيد واجع بالجسم خاصة بعد ما فاصل الجسم المريض بيقلك انا عم بنام مع برتاح عم بيخف تركيزي مزاجي ممكن ليس بجيد وممكن يشكمل انت خفاخ بطن مثلا او وجع راز التشخيص بيتم بالعيادة لما يجي المريض لعنا وناخد سيرة طبية مفصلة وبينعمل بحصات دم اكيد تكملتا نقول لما في اسباب قضوية دونك الفحص الدم بيكون نورمال وفيه كوشنا نير اي في اسئلة بنسألة نحن للمريض وعلى اساس نجمع كل هودة ونشخل نعم هل في فحصات اخرى بتنعمل غير فحصات الدم يعني فيه لزوم المريض يعمل ERM او سكانر او حيالة صورة اشعة اذا ما شكينا بشي اسمه يعني مريض فايبرمالجيا بس بالصدفة مع روماتيس مع مثلا لانهين 25 مئة ممكن يكونوا تصوى ما فيه لزوم تعمل اي صورة لا اكس راي ولا سي تي ولا مراي بهدف ما تكلفي مريضك عالفادة او بهدف الوقت وهدف كمان انه ما تقزي المريض بالاشعة مثل الستية نعم ما فيه لزوم بالمبدأ او الاكس راي دونك بالاكترية الحالات انا ما بطلب اي بحصات تانية خاصة الامجز يلي هن الصور يلي هن بلاهم بيكونوا افضل اوقات يعني بيتم تشخيصها بالعيادة عند حضرتك اكيد فيه كمان ما ننسى شي اسمه تندر بوينتز نعم فيه 18 نقطة عالجسم بيفحصهم انا اذا كان فيه 11 نقطة من بيناتهم عم بيواجهوا المريض بيكون التست طبعي بوزيتف بوزيتف بيكون سكور عالي طبع المريض صحيح صحيح دكتور ابي نادر شو هن الأعمار يلي اكتر شي بينصابه بالفيبروميالجي هل هن الاشخاص الصغار بالعمر الكبار بالعمر اي عمر معين العالم تنصاب بالفيبروميالجي فيه حالات ضئيلة صغر جدا نعم فيه بين عمر الستتين للسبعين وفيه عندنا اكتر اعمار النساء خمس بالمئة رجال واحد بالمئة بين عمر العشرين للخمسين صو هيدا اكتر عمر معرض بالأفرش فيك تقولي تلاتينات اكتر شي بالتلاتينات الصبايا بيجو وبيكونوا طريبا استسلموا ونحن عملنا كل شي معنا تحسن نعم ف ويرول اوت يعني ما فيه اسباب اضوية غدة مثلا او يعني التهبات و اصابات معينة المريض مش اكلت روما ما عنده ضربة كذا وهنا بالتالي منرجع بنوصل لانه لا خلص التشخيص هو الفيبرومياج يعني ما بيكون فيه مبرر طبي يعني حضرتك مثل ما عم بتقول اذا كان فيه عنده مشكلة بالغدة او حيلا شي اذا ما تبين فيه مبرر طبي ساعتها منروح على تشخيص الفيبرومياج يلي هو انه نحن خلص قدام هيدا 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 خربط يلي نحن لازم نبلش سريعا بتتاكلة يعني نبلش نعالج مريضنا لا بيش تحصن خدعه سريع هل تخربط دكتور ابي نادر شو اسباب هالمرض نيكي اسبابه انكلير بس في بعدها مننا واضحة صح بس في ملتيفاكتوري من الله يعني جينية اسباب جينية بيئية عرفتي نعم يعني اسباب اذا بدي كمان جينيك نعم اسباب بيها تكون كل هودة مجموعين بس ورا عم تشوفي في مفاصل ممكن الكتف ممكن الني نعم هلأ رح نحكي اكتر كمان على العوارض ونفصلهم اكتر بالتحديد دكتور ابي نادر هل العامل الوراثة مهم بالفبروميالجي بيلعب دور بيلعب دور هل في اشخاص لان بسمع من اشخاص بيقولوا اذا حدا بالعيلة بياخد دواء انتي ديبريسور للعصاب او شي هل هي تورا هو اذا كان من هالعيلي اللي عندن حدا بياخد ادوية معرّض اكتر من غيره انه يعمل فيبروميالجي لا بالعكس لا بالعكس هو واحد من اللي جات الفبروميالجي اذا اضطرت انا بعتى انتي ديبريسور لا لانه بيعلم نوري بنيفرين والسيروتونين ولما تعلق السيروتونين بيخف الوجه هلا انا بعلمه انه كيف يعله السيروتونين بعيدا عن الادوية متى اذا اجا مريض عمر 30 سنة ما بيك تعطيه دوغري دواء عرفتا كيف دوغري دواء انه مثلا انت تجي تعطيه بعضه صغير تقليل له لايك بك ليش عليك الحياتة تمنا شغلة عيني قرار اخده مثل ديولوكزتين او شي انا بفضل اعمال صغيرة انه اعلمهم كيف يتعالجوا بشكل العلاج المعلي في السلوك الادراك اكيد بعليش باتتبه لأعمال كبيرة اوقات خلص انا دور اتضطر ايه ازا ان بالعكس ما بيسبب فرمو مجه انما ممكن يكون علاج ممكن يكون علاج وعم تعتى شانس للشباب حتى ما يفوتوا بالإدوية يكونوا عم بيغيروا سلوك الحياة تبعهم الا اذا اذا اتضطرت ماذبط ماذبط الطرق الاولية طبيعي دكتور دكتور اذا فينا نتوسع اكتر حضرتك انت قلت انه بتعمل اكزاما للمريض بقلب الكلينيك واذا كان فيه عنده اكتر من 11 نقطة هيدا المريض ممكن عنده اكيد الشانس انه بوزيتيف لسماح الله انه يكون عنده فبروميالجي فيكت شوي يتوسع لنا شو هن العوارد اللي بيحس فيها المريض وين اكتر الاوجاع اللي بيحس فيها المريض خلينا نقول ممكن تكون بالتندر بوينتس على الرقبة نعم على الالبوز من هون على الكوع نعم على البلفيك اريا في النية نعم ودولي اكتر ازا بديك نيات في الظهر كمان تحت السورفيك الاريا من ورا بشوي وكي بيكبوز كل هود الاريا وكي للأوجاع هلا انا بجعب اقول كتير ببركز على قصة يعني المريض بيقليك انا عبوعة في تسلق بحركتي بيلاتر على العلمالتان هالقد بتكون هيد كتير مهم النقطة ذكرتها من شوية ليه كتير بيهمني امرها كمان عرفت القلق الانجزاية اللي بيعملها القلق صحيح يلي ما بيناموا منيح كمان بيشكي لك مريض انو انا عم بتأثر بشغلة تركيزي مش مياه صحيح دولي انا كتير بركز عليهم انا عند مرضى الفايبرمالجية وفي التنميلات يعني ممكن يجي مريض فيبرمالجية انا عم بحسبة تنميلات بجسمي كلهو دولي صحيح بيخضن بيعان الاعتبار يعني ادامهم انو ندوع الفيبرومالجية لانو عوارضة كتيرة والمريض دغري بيفكر باشية عضوية متل ما حضرتك قلت يعني بيقول معي ديسك يمكن معي ريوماتيزم معي كتير ممكن المريض يجي لعندي كيلي كيلك صح بس كيف انت معك ديسك موزاجك مش منيح عندك قلق واشع راس نفخة البطن دون كون بنا ننبش عشيه اكتر جسم تلك كل اذا بدك كل السيني كليك لايك ما يسميه ديسوردر صحيبه ما يرجى ما يسميه ديسوردر كرونيك ديسوردر وليلابسينج وممكن يجي يتكرر عرفته ما في كير نهائع فوقم شوية حكينا على الالاج بس فيه منخفف من وطئة العوارض وحددتها صحيح دكتور أبي نادر كيفينا نفرق الفيبروميالجية عن المرض النفسي أو هل يترى اللون علاقة مع بعضون أكيد المريض الفيبروميالجية معرض أكتر لديبريسيون نعم وللأثر فيه قوات بيجيه عراسه أفكار سوداء سويسايدل صوت معقول يجي أفكار سوداء وهي ده وهي ده أهم شي الحكيم هوني يخدب يعني لأعتبار ويعالج واني بتضطري تعطي الأنتي ديبريسير أكتر أو تحاولي كميل لأبسيكات تتساعدك أكيد اللون علاقة بعض إنما مش كل مريض ديبريسيون عنده فايبروميالجية بس مريض فايبروميالجية معرض لديبريسيون أكتر وهي دي شارتنا بالعيادة بتصير التوبية فاميلي هستري والباشنط هستري اللي نحن نقدر نعرف مشخص تحت تتعملوا كوندويت أتونير مناسبة لكل مريض بمريضه دكتور أبي نادر من بعد ما حكيتنا عن الفيبروميالجية عن أسبابها حكيتنا شوي عن طرق العلاج فينا نوسع أكتر بي طرق العلاج إذا المريض ما أخذ أدوية كيف ممكن ينظم حياته أو شو بتنصح المريض يلي عنده فيبروميالجية أنا بقل له أول شي لما يلتهي نعم هيا نقطة كيف تعملوا شي اسمه يعني في حت برأسه هدف وبيمشي عليه نعم في حت موسيقى في عمل شي تكنيك صح نعم في عمل سلوب هايدجين يعني زب يتنومه في عمل سبور في خسار وزن في خفيف من أكل السكر في عمل شي اسمه ريتن اموشن الديسكلوش يعني بيكتب كل شي عم بيضايقه بعدين بيجمعه بعدين بيجمعه بعدين بيتصل بطبيبه وبيعالج ها 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 في عندي كل هات انتكول ترابي أوات مثلا المريض بيدي إليك بيقلك عملت حميم صخم بالليل ربع ساعة راتحه راتحه شوية أو شاعي أو كيبانكشو بتريح لو وقت حصير ها بيجعب بعدين بيجعب بيجعب يصير في وجهة بنحكي علاجات ضغير طبية ممكن تساعد أنا في عندي مرضى عمله يوغر رتاحه رتاحه ما عندي بروبلم شو بيريحكون إنما بالفولو أب بيشينت أدوكيشن لايفسر موديكيشن سترس منيجمن نحن منعاليش المريض أهم شي يعني قدي المريض لازم يدلم التابعي اللي عنده في بروميالجين مش تغري يتوجه للدواء لأنه في كتير طرق بتساعدوه انتو كطبيب أكيد حضرتك أخصائي طبعام ووقاية بتساعدوه لما يوصل لمرحلية الدواء بس مثل ما قلت حضرتك في كتير أشخاص مضطرين أنه نعطيهم دواء ليريحوا من أوجاع لا أكيد ما شغلت تعطيه بين كيلرز بين كيلرز انت عم تقضي على وجعه يعتبر من دواء العوارد مش دواء العلاج في فرق نعم بعدين ممكن نطرى أنه عندي كمان بريجابالين يعني بيشتالوا على الجابا عندك أنت هيدا السيجنل نورو ترنسميتر نعم بيزيد الوجع كمان تعالجي يعني كمان المشاهد ما يخفي تعالج بدواء بدواء واتية وبأوقات عندها الحاجة ما بالنهاية نحن نعرف أين متى نفوت بالدواء وأين متى نعطيه بالطريقة مزمنة نعرف أين متى لأنه حسب كل حالة ولكن إذا واحد عنده ديزابيلتي قالك ما بقى ما بقى تنروح للشغل تفوت بالسرعة تعالجي لا يجر على شغل ما فيك هون تنطرب قوليه لك عمول ديستركشن بالصبح كمان ما بيقدروا يروحوا على شغلهم وهيد مشكلة أكيد هيد مشكلة الدكتور أبي نادر كمان كنت دقس لك سؤال كتير مهم وبينسأل مين أكتر الأشخاص اللي هن معرضين أنهم ينصابوا بالفيبروميالجية هل هن الرجال أو النساء أكيد حاجة بيك بس كمان هن ساعتها أنت ذكرتين منزيد الفيزيكال ترابي ممكن تساعد بالعلاج غير الدواء والسي بي تي النساء تقريبا خمس مرات تزيد إذا بتحت بيها لأنه هن 3% لـ 5% من النساء والرجال 1% وقلنا عمار العشرين للخمسين وممكن ترجع كمان بعمار 60% لـ 70% نشوف بيك تانية نعم كمان عندي حالات كان بجورماني صغار عندهم فرق المنشأة يتشخصوا بتركنوا للباديات تحت الـ 14 سنة حقيقة هلأ نحن لا الأسف عندي نساء أكتر بكتير أكتر بكتير أكيد دكتور أبي نادر نحن بنعرف أن الفيبروميالجي كمان مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو مرض مزمن يعني بيرافق المريض وبيجي ببوسي يعني اليوم يمكن أنا مرتاحة جمعة الجي عملت بوسي يمكن على الصبت ازعلت كل هالأمور كيف نساعد المشاهدين وهل يا ترى المريض بده دل ياخد الدواء طول حياته ولا بيقدر يعمل ستوب بمرحلة معينة بيعمل تراتمان يمكن بيروح بيعمل يوغا بيسبح بيرتاح بيرجع للتراتمان ولا كيف بتصير العلاج هذا كان أصعب سؤال بالفربيوميالجها أنه عندي كل مريض بيجي عن طبيبه عشر مرات بالسنة بأميركا عشر مرات بالسنة خيالي حضرتك عشر مرات بيضطروا يفوتوا كل ثلاث سنين مرة بالقبل دراساته الأرقام لكن نحن ما بدنا يجيه القبل عنه وفي شيء اسمه تليه هلس فيك تحكي معه أوقات على الإنترنت زوم أو سكايب بس الفكرة أنه يس أوقات بيكتاج ما في كور يعني أوقات بيكتاج لمدى الحياة هلأ هون بتعيشني عندها الحاجة أو بتعيش بيقونت للمدى الحياة هون الطبيب بده يخد القرار بالعيادة يعني حضرتك تاخد القرار حسب كل مريض بمريضه ومن بعد كذا زيارة ومن بعد كذا زيارة ونمط الحياة مهمة مش بس للأشخاص يلي ممكن ينصابوا بالفيبروميالجي للأشخاص عامة وللفيبروميالجي المرادة يلي بيعينوا منا قدي مهم نغير سلوكنا وشو بتحب تقول للمشاهدين كيفينا نساعدوا إذا بدك لحتى ما يسيبنا الفيبروميالجي لأنه هو مرض مؤلم ومزعج حوّت حالك بي بناس إيجابيين مريض الفابروميالجا ما بيحب حدا يرجع له وانت غنوجه أو جاعة كهمية ما بيحب يعصبه في أوقات ما بيحب حدا يحكي معه ما بده سيكبار من حدا بده بس بس يكون هو رائع معه يعني إيجي حدا يدعمه خلينا نقول إنه ما بلش بإشارة بسيطة خسار وزن تبيع على السكرة مو الرياضة ممنيح ما تدخن تبيع على الكافيين بكميات معينة خلينا بلش بإشارة بسيطة هيك خفف من أكل المعلبات من أكل الأسبارتام من أكل كيميكل ليدن فود من سمينه وللأكل فيه كيميكل بالضاية كتير مهم يعني بيشكل كتير مهم بالفايبروميالجيا لأنه بس خفف من بيخف أوجاعك بشكل ملحوظ أنا بنهاية بعمل المرضاي بعد ثاني قد خفف أوجاعك ناس خمسة على عشرة ناس تسة على عشرة وبتطلع بالأرقام لي عندي فوق الميتانة تلاتميت شخصة نقول بشوف إنه لأ هيدا مثلا أكل سكرة على الأهل أوجاها خف في نقطتين مثلا فإيه من استهوم بشي مجموعهم كلهم بأسر وأنا بنسبة لألي ما فيه أرقام بس خمسين المئة بتحسنوا من دون أدوية خمسين المئة فيهم بتحسنوا من دون أدوية وفيك كتاعة أدوية وليفستر موديفكاش نتناتون مع بعض نتناتون مع بعض بس قدي حلو دكتور أبي نادر حضرتك قلت كلمة كتير حلوة استوقفتنا أنه ما لازم نقلل من أهمية أوجاع المريض يعني نجي اليوم لعند المريض نقل له ما عليش هيدا واجع عادي وكل شيء وما فيه لزوم تأخد دواء ولا فيه لزوم تروح عند حكيم وهيدي أبشع الطرق لأنه لازم نحنا نعرف أنه وقت المريض يقول أنه موجوع هو موجوع فعلا مننا وهمية مننا وهمية هيدا الشغلة ومننا بيقيده سيئان كونترولابل مثل ما بيقولوا فكتير مهم أنه ضوينا على الفيبروميالجي وأكيد دكتور مثل ما ذكرت أدي هالمرض مزمن وأدي بده عيني وأدي بده متابعة من قبل الطبيب المختص لحتى يكون فيه أقل وطأة على المريض ولحتى يتحسن مع الوقت إن شاء الله لأنه بس عمله رياضة لأنه هو نيرون منسكولر يعني كمان عصب وعضل بنهاية دكتور أبي نادر شو بتحب تقول للمشاهدين كلمة أخيرة أو نسيحة منك للمشاهدين ما تتأخر وإذا حسيتوا أنه أنتم معانيين أنه أنتم مصابين بالفروميالجي ما تتأخر وتسيك هلب أنكم أنتم تطلبوا مساعدة الطبيب لحتى تكون على الطريق المزبوطة كل نهارا هم تتواجع فيه هو خسارة هو مش مقبول ليلة التب تقدم وتطور ونحن عنا الحلول إن شاء الله بالتعاون معكم أكيد مفي الحلول مرسي دكتور على هالمعلومات القيمة وأنا بدي أقول لك دكتور حنينة أبي نادر أخصائي طبعا مواوي قاية أكيد أشكرك لحضورك معنا بمريم تي في مرسي كلك زوق لحضورك ونطمني لك كل التوفيق يا رب والنجاح بمسيرتك المهنية وأكيد نحن على أمل إن شاء الله الدراسات والأبحاث أكيد بتوصل لحل لنهاية الفيبروميالجي شكرا لحضورك شكرا دكتور مشاهدينا منتوقف مع بريك صغير راجعين لكم تورونا